بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبع يقول الحق جل وعلا قد أفلح من زكاها أي هذه النفس وقد خاب من دساها فالمؤمنون صفاتهم حسنة جميلة المؤمنون في أشرف صورة ولذلك عندما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وقفنا عند هذه الكلمة يمشون على الأرض هوناء المؤمن هيين لي سهل ليس بغليظ وليس بفاحش الأخلاق وليس ببزيء هيين سهل رقيق في مشاعره لكن الله قال يمشون على الأرض هوناء أي بطمأنينة وبسكينة بدون تكبر وهل معنى ذلك أن يطأطي المؤمن رأسه لا، ليس معنى ذلك أن تطأطي رأسك ولكن أن تنكسر لربك أن تمشي بدون غرور أو تكبر فإذا رأى كالإنسان الصادق رأى كالإنسان الصادق رأى كالإسلام هؤلاء هؤلاء وَلِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ حِكْمَةِ الإمام أحمد بن حنبل يقول العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل يعني أن تتغافل عن الأمور التافهة ألا تقف عند كل صغيرة وقد وصف الله حبيبه صلى الله عليه وسلم أنه تغافل عن بعض الأمور في حياته الشخصية لما أخبر السيدة حفصة قال عرف بعضه وأعرض عن بعض هذا هو التغافل وأعرض عن بعض وقد علمنا أهل الله أن القرآن الكريم يسدل الستار على أخبار الأمم السابقة يقول لنا لا تتكلموا عنهم إلا بخير لا تتحدثوا عن مساوئهم يقول تلك أمة قد خلت مضت وزهبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا هو التغافل سنة سنة وخلق من أخلاق المؤمنين ولا تسألون عما كانوا يعملون حتى القرآن الكريم يسدل الستار على أنباء أخبار الأمم السابقة ولا تسألون عما كانوا يعملون وأقول عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم الكريم لا يصدر عنه إلا الكريم الطيب لا يصدر عنه إلا الطيب وفي المقابل الخبيس لا يصدر عنه إلا الخبيس مر سيدنا عيسى عليه السلام والحواريون على قوم يشتمون وتأمل كلما مر سيدنا عيسى شتمو فقال الحواريون يا نبي الله كلما شتموك ازددت حلما قال كل إنسان ينفق ما عنده كل إناء ينضح بما فيه عامل الناس بأخلاقك مر معروف الكرخي على شباب يرقصون ويشربون الخم فقال تلاميزه ادعو الله عليهم فقال لا ثم توجه إلى الله عز وجل وقال يا رب كما أدخلت السرور عليهم في الدنيا فأدخل السرور عليهم يوم القيامة يعني افتح لهم باب التوبة هذا ما فعله سيدنا أبو بكر مع مصطح الذي خاض في عرض ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قال الله له ألا تحبون أن يغفر الله لكم عامل الناس بأخلاقك أنت ولا تعاملهم بأخلاقهم هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته